اشتركوا في القناة نصف قر من العطاء والالتزام وترسيخ ثقافة الاعتراف بمن أسهم في تألق الرياضة الوطنية أعتقد أنه الآن هذا الوقفة وهذا الاعتراف هي دخلة في الثقافة القطع الرياضة ودخلة أيضا في إطار التنمية الرياضية على جميع المستويات فهنيئا لكل من توج بهذا التمييز وهنيئا أيضا لمن بطبيعة الحل لم يحارف الحظ ولكن سيكون تحفيز له بالنسبة للموسم الماضي صحيح أنه هذه السنة كانت هناك تمييز لرياضة كرة القدم على الاعتبار ما تم تحقه في مختلف فئات ولكن هناك أيضا تمييز على مستوى الرياضة الفردية كعادتها ألعاب القوى الكاراتي والجيدو وغيرها من الرياضات التي سيتم تكريمها إن شاء الله خلال هذا الحفي استفتاء أحسن الرياضيين تقليد سنوي منذ العام 1978 يخصص لتكريم رواد الإعلام الرياضية والاحتفاء بالكفاءات الرياضية المتميزة هذه السنة كانت حافلة بالإنجازات الفتصال المغربي خذنا فيها في سنة 23 خذنا كأس العرب ثم دخلنا في الطب ديس ديال أحسن الفرق عالميا ولا هزيمة تفوقنا حتى المنتخب البرازيلي من حيث نقيت اللي مسيطر على اللعبة هذه السنوات يعني إنجازات كبيرة تنظن أن الفضل مع الله سبحانه وتعالى ترجع للسيد الرئيس الجامعي اللي وفرنا جميع الظروف وخلانا نكونوا في القمة أرغم القلة التنفسية في إفريقيا نشكر القائمين على الحفل لهذا الالتفات نعتبر ناسنا جزء من المنظومة وتنكونوا في تأدية الواجب لما تجي التقدير من الناس ملمين بالميدان فأشيء أكيد أنه يوصل للخلب ونتمنى إن شاء الله أن التظاهرات تستمر وأن هذه اللقاءات تكون أكثر وأكثر إن شاء الله سعيدة جدا بحضوري هذا التقليد الجميل تقليد الاعتراف بمجهودات وتضحيات وعطاءات ومسارات العديد من الرياضيين والرياضيات هنا في المغرب وهذا التقليد كنت كان يعيشه أنا من قبل مع الراحل محمد عزاوي اللي كان صراحة أعتبر أن أهم إنجاز أنه جعل من برنامجه قبلة للصحفيين حيث كان الصحفيين يشاركون من منابر إعلامية وكانت المغرب العربي للأنباء والصحف يشاركون في انتقاء الصحفيين وحد الكلمة حول التصنيف السنوي للرياضيين وباستفساء عبر الأتير بطريقة شفافة وثائق الحالمون بدوره حظي بتكريم خاص بعد فوزه بالجائزة الوطنية للصحفة والتي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال والأكيد يعني ممكن لنا إلا نكونوا سعاداء بهذا الحضو أولا مع الزملاء دينا في الشركة الوطنية الإدعاء والتلفازة وهذا يعني ممكن لنا نعتبره يعني تتويج لجميع الزملاء في القناة الرياضية والحمد لله يعني لما لقى يعني هاد الوطائقي من منصادة والحمد لله هاد الوطائقي دي الحالمون يعني واكب الإنجاز تريخي دي المنتخب الوطني المغيبي في مونديال قطاع وهذه مناسبة باش نهديوليوم هاد تتويج هذا لنتمنى ونشاء الله احنا مقابلين على كأس أمم الفاقية باش المنتخب الوطني المغيبي لما لا يعني توج بكأس أمم الفاقية ولما لا يعني للشغال على مشاريع جديد يواكب يعني إنجاز ذلك المنتخب الوطني المغيبي الحفل السنوي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الخاص بالإعلان عن جائزة الإذاعة الوطنية لأفضل الرياضي سنة 2023 فرصة لتلاقي مختلف الأطياف من الرياضيين وصحفيين وفرصة للتوطيذ تألق الرياضة المغربية اشتركوا في القناة